موسيقى العرض والعرض والعرض كلام في اللغة كالمعتاد المائدة الشامية واللبنانية والعجة والمقلوب كلام في الطعام كالعادة أيضا كيف تتميز كاميرا موبايل عن كاميرا موبايل آخر وما هي حقيقة البكاسل الطريقة التنقيطية في الرسم بين فانخوخ وسورا أرفع السبابة في وجه ناشر سارق وأقص عليكم قصة حكرا وبكرا وأحدثكم عن شيء في صدري صندوق وخرطوم وجمهور على وزن فعلون عليها ضمة وعليهم نقيسة دستور الدخيلة وما أحراها أن تكون دخيلة على أوضاعنا السياسية سنتعقب المضمومة في لغتنا وخصوصا ما يفتحه بعض الناس ويكسره بعض هذه قطعة من بلاد النوبة وشعب النوبة بضم النون شعب قديم كانت له مملكة عريقة وتقع بلاده اليوم بين مصر والسودان والنوبة بالضم أما النوبة بالفتح فهي المرة والنائب ينوب عن الناس وقال المثل الغايب ماله نائب أي لا ينوب عنه أحد وهذا كلام مفاده أن صاحب الحاجة يجب أن يكون حاضرا قلنا مفاده بالضم ونقول لمن يسير قدام القافلة ويغني للإبل بإيقاع معين إنه يحدوها وما يصنعه حداء بالضم وقالوا إن أول بحور الشعر الرجز وإنه جاء من حداء الإبل واستعمل الشعراء الرجز بعد ذلك في كل غرض هذه أبيات من أرجوزة مشهورة لأبي العتاهية سموها ذات الأمثال إنك له تستنشق الشحيحة وجدته أنت نشيء ريحة يا عاشق الدنيا تسل عنها ويلي على الدنيا وويلي منها ما زالت الدنيا لنا دار أذى ممزوجة الصفو بألوان القذى وما زلنا نحن نتعقب المضموم نقول لمن جاءنا ضيفا على الرحب والسعة ونقول ألقي في روعي أن هذا الضيف فار من وجه العدالة عسى أن لا يكون ارتكب جرما قبيحا الروع هو القلب فأما الروع فهو الخوف ومنه كلمة الترويع وهذا حائط ليس من حجارة فالذي تراه ورق جدران إن تجاهلت نصيحة ثمينة بفضاضة فأنت قد ضربت بها عرض الحائط أي وسطه وهذه سفينة في عرض البحر أي في وسطه وقد فتحت قاموس تاج العروس على الجذر عين راء ضاد عرض أو عرضة على الصفحة رقم ثلاثمائة وسبعة أو سبع وسبعين من الجزء الثامن عشر ومضيت أقرأ حتى الصفحة أربعمائة وثلاثين ثلاثون وخمسون صفحة كلهن عن عرضة بذلت كل هذا الجهد كي أقول لحضراتكم إن العرض أخطول والعرض الوسط والعرض الشرف وهذا قرص صلب قيل له ذلك تمييزا له عن البرمجيات التي هي رموز لا تمسك باليد والأبنوس خشب صلب بخلاف خشب الشوح فأما الصلب بالفتح فهو تعليق المرء على جذع نخلة أو نحوه هذا طفل في لسانه لثغة أكثر من تنبيهه فتحير في أمره هذا استطراض لوصف الصورة هي لثغة بالضم وتكثر اللثغة عند الأطفال في حرفي الراء والسين فيما عرفت من أطفال ونقول إن في صوت المطربة بحة مشجية وليست البحة لثغة هذا صندوق العدة بالضم فأما العدة فهي أقل مدة بين زوج وزوج وهذه أقراص العجة بيض ودقيق وخضار وقليل من الكربونات وتقلة نسميها في بلدنا المشاط تشبيها لها بالأمشاط في زمن جدتي المشط القديم كان هكذا في الصورة وما لي والأمشاط يا سادة أجيب لنفسي كلامه عموماً هو مشط بالضمن ونقول خرج من الاجتماع خلصة فلم يلحظ أحد غيابه ونجمع العدو على أعداء معروفة والعادي الذي عدا علينا واعتدى نجمعه على عداء وجاءت هذه الكلمة في بيتين العباس محمود العقاد في عام 1930 سجن العقاد تسعة أشهر لأنه قدح في الذات الملكية تحت قبة البرلمان كان نائباً وفدياً رفعت عنه الحصانة فسجن وعندما خرج من السجن توجه إلى ضريح سعد زغلول هذا ضريح سعد زغلول بعد تجديده وقف العقاد وألقى قصيدة قال فيها وكنت جنين السجن تسعة أشهر فهانذا في ساحة خلد أولد عداتي وصحبي لاختلاف عليهما سيعهدني كل كما كان يعهد والآن إلى تلخص ما سبق صندوق وخرطوب وجمهور ودستور بالضم بلاد النوبة مفاد الكلاء الحداء الإنشاد للإبل على الرحب والسعة الروع القلب والروع والخوف الصلب من الأشياء القاسي اليابس البحة في الصوت واللثغة في اللسان العجة تشبه مشتجدتي العدات هم العادون المعتدون ضرب بالنصيحة عرض الحائط أي وسطه أي تجاهلها بفضابة هذه قصة رواها سلام الراسي عن بلدة في جنوب لبنان بلدة القعقعية هذه تقع على نهر الليطاني وهي قرب جسر القعقعية وأخذت اسمها من اسمه في لبنان ناس لا يحسنون نطق القهى فيجعلونها همزة أو كافا وفي لبنان ناس يحققون القاف وسلام الراسي من أهل القاف المحققة كيف لا وهو ابن إبل السقي القرية اللبنانية الجنوبية التي كادت عامية أهلها تكون فصعى الآن القصة جاءت إخبارية إلى مخفر نبطية يوما بأن أحدهم نقش على خشب جسر القعقعية كلاما فيه تحريض على الحكومة فتوجه رئيس المخفر إلى الجسر الذي يصل بين ضفتي الليطاني ووجد بيتين من الزج المحفورين على خشب الجسر نهر الليطاني بذاته يروي البحر بمياته ونحن حد عطشانين وأشجار الكانو ماتوا وبدأت التحريات لمعرفة الجاني وتضخم الملف ووصل التقرير أخيرا إلى وزير الداخلية رأى الوزير في ذيل التقرير عبارة التحريات جارية لمعرفة الجاني فكتب تحتها وإن حظيتم بالجاني قدموا إليه التهاني وأقفل الملف والله أعلم نتحدث عن بلد لم يهدأ له بال ولا استقر على حال منذ مئة حول من الأحوال قال كبير مطربي وديع الصافي إنه قطعة سمى والواقع أنه قطع من الأرض ألصقت بعضها ببعض ألصقتها فرنسا في عام 1920 اللبنانيون في الشتات الأمريكي والإفريقي أكثر من اللبنانيين داخل لبنان المشتت نظام المحاصصة في لبنان يعترف بثماني عشرة طائفة وهي متداخلة تداخلا يجبرها على التعايش فإذا ما تكلمت البنادق تركت بصمتها في كل قرية الحرب الأهلية في لبنان واقفة على الباب دائما تنتظر من يسمع لها بالدخول زرت لبنان أول مرة وأنا تلميذ في الثانوية زرته وحدي كنت أحمل جواز سفري الأردني ولم أكن سمعت بشيء اسمه التأشيرة في ذلك الزمن كنت في الأساس أزور دمشق وفي أحد الأصباح كنت أتجول في وسط دمشق قرب الكراج الموحد سمعت أناسا يصرخون بصوت هستيري بيروت بيروت الطريق فتحت وركبت إلى بيروت عبرنا نقطة الحدود المسماء المصنع وبعد دقائق كنا في بلدة شتورة بلبنان نزلنا لتناول المرطبات وإذا أصحاب المحلات يوزعون الحلوى على من هب ودب في ذلك اليوم فتحت سوريا الحدود التي كانت أغلقتها منذ ثلاثة أشهر واشتورة ككل بلد حدودية إنما تعيش على حدود مفتوحة لبنان محاط بسوريا من كل جانب إلا من الجنوب فهناك الحدود مع فلسطين المحتلة مع إسرائيل كانت سوريا تشتغل بلبنان دائما حتى جعلها الزمن تشتغل بنفسها وأصبحت لبنان تشتغل بها تشتغل المرأة في لبنان بنفسها ليس لقصور فيها بل لأن البلد الذكوري إنه محكوم بأمراء الحرب الجيران يتصارعون داخل لبنان المحوران البارزان اليوم السعودية ولها في لبنان تمثيل وإيران ولها تمثيل اليوم هي حرب باردة فإن سخنت فالذاكرة تمدنا بالأمثلة ها هي بوستط عين الرمانة المشهورة البوستة في لبنان معناها الباص هنا بدأت الحرب الأهلية عام 75 وشارك فيها كل لبنان ودخل الفلسطينيون الضيوف أيضا يحالفون هذا مرة وذاك مرة فوقع كل اللوم عليهم ودخلت إسرائيل لبنان عام 82 وكانت مجزرة صبرى وشاتيلة للفلسطينيين بتدبير إسرائيلي وأيد لبنانية وأخرجت البندقية الفلسطينية من الحرب وركب المقاتلون الفلسطينيون البحر واستمرت الحرب الأهلية بعد خروجهم ثمانية سنوات وبكلفة إجمالية قدرت بمائة وعشرين ألف قتيل أمراء الحرب عندهم آبار في ضياعهم ومولدات كهرباء في القصور التي يقيمون فيها وحسابات في أرض المصارف الأجنبية المواطن يعيش عيشة الكفاف إن تبع أمير حرب وإن لم يتبع أمير حرب فهو محروم من الماء والكهرباء ويتبخر حسابه المصرفي إن كان له حساب لبنان ذكر فلا تقول هي لبنان لبنان أمراء حرب ثم إنك عندما تقول هي فأنت تعني دولة لبنان قبائل جاهلية زار الشاعر العراقي محمد مهدي الجواهري لبنان وألقى قصيدة لبنان يا خمري وطيبي هلا لممتي حطام كوبي هلا رددت لسهدها عيني وقلبي للوجيبي هلا عطفت لي الصبى نشوان يرفل في الذنوب نزق الشباب عبدته وبرئت من حلم المشيبي صفق الناس ومضى الجواهري يخاطب لبنان بصيغة المؤنث فقام أحدهم من بين الصفوف وصرخ بشاعرنا لبنان صبي قال الجواهري قصدت الأمة ولم أقصد الجبل حمل لبنان على عاتقه نشر الكتاب العربي وكتب رجاله المعاجم والموسوعات منذ فجر المطبعة العربية هذا بطرس المستاني الكبير أحد أساطين العربية والعلم وأنجب لبنان الفن الرفيع وزوق المطبخ الشامي ونسبه إلى نفسه ومهما شككت في المطبخ اللبناني فلن تجد أسخى من اللبناني يدا ولا أكثر منه ترحيبا بالضيف ما لم يكن الضيف مهاجرا سوريا منح لبنان الأدب العربي بعض أبدع شعرائه وأدبائه جبران خليل جبران أعطي للنايا وغني وانسداء ودواء إنما الناس سطور كتبت لكن بماء ميخال النعيمة كحل اللهم عيني بشعاع من ضياك كي تراك وافتح اللهم أذني كي تعي يوم النداك في علاك الشاعر القروية يا قوم هذا مسيحي يذكركم لا ينهض الشرق إلا حبنا الأخوي فإن ذكرتم رسول الله تكرمة فبلغوه سلام الشاعر القروي إليا أبو ماضي ليت الذي خلق العيون السودة خلق القلوب الخافقات حديدة هي نظرة عرضت فصارت في الحشى نارا وصار لها الفؤاد وقودا إلياس فرحات طوى الدهر من عمري ثلاثين حجة طويت بها الأسقاع أسعى وأدأبوا أغرب خلف الرزق وهو مشرق وأقسم لو شرقت كان يغرب كل هؤلاء مهجريون لو لا اللبنانيون لما كان شعر مهجري وبقي في لبنان من الشعر بقية لم تهاجر شعر الخوري شرف للموت أن نطعمه أنفسا جبارة تأبى الهوانا انشروا الهول وصبوا ناركم كيف ما شئتم فلن تلقوا جبانا شرف للشعر أن يطابق اسم الشاعر اسم رئيس الجمهورية ثم يكاد يختفي من الذاكرة اسم الرئيس ويخلد اسم الشاعر فكأن هذا الشاعر ليس القائل عش أنت إني مت بعدك لبنان في صندوق المعلومات اشتركوا في القناة في العرب الجديد كتبت فاطمة ياسين أمريكا احتلت أفغانستان والعراق قبل عشرين سنة ولم تنجح إلا في إفقار البلدين وزيادة الفساد عند الحكام الجدد كان الانسحاب من أفغانستان كارثة ونرجو أن لا نرى كارثة أخرى عندما يكتمل الانسحاب من العراق القدس العربي العثور على سلحفات برأسين في الولايات المتحدة السابة طفرة جينية بعد تصوير السلحفة أعيدت إلى البحر هذا يحدث نادراً مع البشر أيضاً فيما يعرف بالتوأم السيامي موقع عيادة كليفلند يتحدث عن نوع جديد من القلق هو قلق الإيميل في حالته القصوى قد يؤدي إلى الاكتئاب أنا أشعر ببعض الرهبة وأنا أفتح إيميلي لأنه يلقي علي عبءاً قد يكون كبيراً أو صغيراً تراكم الرسائل والشعور بأنك بدأت تؤجل كثيراً يبعث على القلق باختصار الإيميل يكبلك موقع البي بي سي كورونا تحورت ولكن المختصين ما زالوا يدرسون مدى خطورة كل نوع عندنا الآن ألفا وبيتا وقاما ودلتا وما زالت النصيحة الكمامة التباعد وغسل اليدين باستمرار فيها آرت الإسرائيلية ذهلات وخادمات ولا صواريخ قبرص جزيرة الإمكانات اللامحدودة وآلاف الإسرائيليين انتقلوا للعيش في قبرص في السنوات القليلة المنصرمة كل واحد مننا يظل نفسه شخصاً سلساً في التعامل مع الناس هذه مقدمة لكي أعطيكم مقتطفاً من صحيفة النهار لا أحد يحس بأنه شخص صعب يجب أن أشرح كلمة صعب في سياق لهجة بلاد الشام نقول عن الشخص إنه صعب إذا كان نكداً محباً للجدل ويتوقف عند صغائر الأمور ولا يفتأ يذكر ما مضى في كل ما وقع موقف أنت تعرف الشخص الصعب بسهولة لكن ماذا عنك أنت؟ ننتقل إلى النهار اللبنانية كتب سمير قسطنطين مقالة فيها ثمانية أسئلة فتفضل عزيزي المشاهد واسمع الأسئلة وأجب عليها واعقد إصبعاً كل ما أجبت بنعم سؤال واحد هل الناس ينزعجون بدل أن يبتسموا عندما تسرد حادثة طريفة؟ سين تنين هل تقول رأيك بصراحة حتى لو انزعج الآخرون؟ سين ثلاثة هل يسبب نقدك المنصف الانزعاج للآخرين؟ سين أربعة هل يحدث أحياناً أن تضطر للقول يا زلمي كنت عم أمزح؟ سين خمسة هل تلاحظ كثيراً أن الآخرين لا يملكون روح الفكاهة؟ سين ستة هل تجد الآخرين ينصرفون عن الاستماع إليك مع أنك تقدم معلومات مفيدة حقاً؟ سين سبعة هل تشعر أن الناس عموماً لا يعترفون لك بالتفوق في المجال الذي أنت فيه متفوق؟ سين ثمانية هل يغير الآخرون الموضوع عندما تبدأ بشرح فكرة؟ الآن إذا كانت معظم إجاباتك بنعم فأنت نفسك شخص صعب حديثي عن رباعيات الخيام هذا نص فارسي يبدو أنه شعر لوجود القافية في أواخر الكلمات لن أقرأ هذا الكلام حتى لا أقع في أغلاط مضحكة الحرف العربي واللغة فارسية فلنعرض النص على مترجم جوجل هذا أحسن قليلاً لم يعد شعراً فلنعرضه على العقل البشري قبل أن يكون هناك جوجل الشاعر الأردني مصطفى وهبتت الدرس ما تيسر من الفارسية في دمشق وقرأ بها وترجم رباعيات عمر الخيام إلى العربية ترجمها نثراً لقد أكرهت على نزول ساحة الحياة فما زادتني زيارتها إلا حيرة وها أنا ذا أهجرها مكرهاً فليتني أعلم القصد من رحيلي ومن مقدمي وإقامتي هذه عربية قويمة لكن عراراً ترجم رباعيات الخيام نثراً كما قلنا أحمد رامي شاعر المكرثوم درس الفارسية في باريس وترجم هذه الرباعية نفسها شعراً لبست ثوب العيش لم أستشر وحرت فيه بين شتى الفكر وسوف أنبو الثوب عني ولم أدرك لماذا جئت أين المقر الوزن والقافية يضيفاني رونقاً واللحن يضيف رونقاً وصوت أمك الثوم هو حبة الكرز فوق الكيكة كوكب الشرق تقول أين المفر بالفاء ولكن الخيام قال أين المقر وفي هذا ما فيه والدليل الديوان الشاعر اللبناني وديع البستان ذهب إلى لندن وفي مكتباتها اطلع على مئة وثلاثة وخمسين كتاباً عن رباعي الخيام هذا ما ذكره في مقدمته كأنه كان يسجل العناوين في كناشته ويعدها ثم عاد وترجم ما صح عنده من هائلة العربية في سباعيات وقدم لها المنفلوطي كان هذا عام 1911 وجعل الرباعية التي أوردناها كما يلي اضطراراً قد جئت هذه الديارة وسأضطر للرحيل اضطراراً واختياري إن استطعت اختياراً أن أسري عن الفؤاد الهمومة في حياة ملأ أساً وهمومة فأدرها سلافة واسقنيها نعمة فالوجود كان مصاباً ثم دخلت سنة إحدى وخمسين وتسعمائة وألف وطبع في القاهرة كتاب ثورة الخيام هذا عبد الحق فاضل العراقي يصدر كتابه بمقدمة كتبها في طهران لقد درس الخيام دراسة ستعي كل من بعده وترجم فاضل ربعية الخيام نقرأ الربعية نفسها بترجمة فاضل جاء بي في البدء مضطراً إلى دنيا الترابي حائراً مزددت فيها غير جهل واضطرابي ثم وليت برغمي غير دار في إيابي لما قد كان مجيئي ومقامي وذهابي سنتحدث قليلاً عن عبد الحق فاضل لكننا نقف وقفة الساخط الحانق بإزاء طبعة مسروقة لهذا الكتاب نشرت هذه الدار كتاب عبد الحق فاضل نفسه ونصت على أنها الطبعة الأولى وعلى أن حقوق النشر والاقتباس محفوظة وأضافت إلى الكتاب مئات الأخطاء المطبعية هل لا صورتم بالأفسد النسخة الأصلية التي عرضنا صورة منها قبل خليل تهي نسخة محترمة وقدم لها أحمد أمين توفي عبد الحق فاضل عن 81 سنة كان عالماً كبيراً من علماء العربية ولأنه أتقن ستة لغات أخرى فقد كان مجال الرؤية عنده واسعاً أنا حانق لأن العرب لا يعرفون قدره ألأنه عراقي وقد جرى قلم المقدار بأن المرأة يجب أن يكون مصرياً أو لبنانياً حتى يعرفه العرب عبد الحق فاضل مفكر حر وعاشق من عشاق العربية أثراها بالكثير يدرسنا الإسرائيليون يستشرقون ويستعربون والآن نحن أيضاً ندرسهم الدكتورة هنيدة غانم مديرة العامة لمركز مدار أهلاً بك أهلاً بك ندرس الوجتمع الإسرائيلي وهذه بدعة شيء جديد لكنكم تقومون به بعمق السؤال من يقرأ ما تكتبون وما تنشرون أعتقد أنه كثير يعني أنا اليوم بقدر أقول أنه هناك الكثير ممن يقرؤون ويتابعون ويهتمون وبالعكس كمان يعني تشجعوا لأن يحولوا إسرائيل إلى موضوع للدراسة وليس فقط إلى خلينا نقول يعني عادة إسرائيل هي تصدر المعرفة تكتب عنا تبحثنا لا إحنا قررنا اليوم أن نقلب المرأة وأن ننظر إلى إسرائيل وأن نبحث وبعمق ونشرح وفي كل المجالات هذا التشكل والتطور والديناميكيات المختلفة فالاهتمام صراحة موجود من كثير شرائح وبما فيه حتى شرائح شابة في فلسطين في فلسطين وخارج فلسطين أوروبا عندما تدرس إسرائيل وأمريكا فهناك حاجز نفسي لا يجرؤون على قول كثير من الحقائق أنتم تقولونها نحن نقول يعني فيش عنا خطوط حمراء بمعنى أنه المواضيع اللي أوروبا تريد أن تدرسها ولكن بطريقة معينة فيها كثير من هل نقول هل نقول محاولة تجاوز أسئلة مرات اللي هي تثير حساسيات معينة نتيجة تاريخ أوروبا مع اليهود وبشكل خاص نتيجة اللاسامية اللي كانت موجودة نتيجة المحرقة اللي كانت موجودة نحن في مكان مختلف تماما حتى حين ندرس هذه المواضيع ندرسها أيضا بإطار اللي هو مختلف من تجربتنا من مكاننا من موقعنا اللي إحنا كما يعني كضحايا للمشروع ليس فقط المشروع الصهيوني ولكن أيضا المشروع الإمبريالي والمشروع الأوروبي وهذا التكالب اللي صار من عدة قوة عالمية على الشعب الفلسطيني طيب كوننا نحن الذين تعرضنا لمحرقتنا الخاصة هل هذا يجعل نظرتكم منحرفة بمعنى أنها غير محايدة يعني تدرسون إسرائيل وتلقون عليها من اللوم أكثر من ما يجب خلينا نكون صريحة أنا لا أعتقد أنه هناك إمكانية لأن تكون محايد في صنع المعرفة ولا بأي شكل يعني من الموقع اللي أنت موجود فيه التجربة اللي بلورت كيانك وبلورت طريقة تفكيرك بتأثر بمعنى أنا أدرس إسرائيل وتوجد هذه الوساطة للتجربة التي عشتها كفرد وكجماعة اتجاه هذا الكيان وما سببه ولكن ولكن نقطة الكو اللي بتكون بتميزني أنا كبدرس الكيان الإسرائيلي والتاريخ وإلى آخره أنه يكون عندي الموضوعية وأنه يكون عندي البكر النقدي وأنه أنا مش بس أسائل الظاهرة اللي موجودة كدامي وإنما أسائل نفسي كل الوقت في عملية خلينا نقول مفاوضات ذاتية ومساءلات ذاتية هل أنا أقوم بالطريقة يعني أخذ كل الأبعاد أدرس كل يعني لا أكتفي مثلا أو خلينا نقول لا أضع ما أريد أن أن يكون هو النتيجي يعني مش دراسة رغبوية خلينا نقول ولكن دراسة اللي تأخذ كل الأبعاد وحتى لو كانت مرات قاسية علي أنا وأعتقد إذا بتسمحلي كمان أني أنا أضيف شغلة أنا بقول كمان أكتر من هي كمان إذا أنا بدي أقوي نفسي وأنه المعرفة تكون حقا بتعكس بتعكس فهم معمق وحقيقي كمان أنا مش لازم أخجل من أني أنا يكون في عندي نقد ذاتي مش لازم أخجل أنه أنا أطلع على تجربتي وعلى نقاط الضعب اللي موجود فيها على الإشكاليات الموجودة فيها على المصايب اللي أنا شخصيا مثلا أعملتها وموجودة فيها هاي النظرة النظرة النقدية كمان للأخر وكمان للذات تسمح أنك أنت تقدر تنتج هاي المعرفة اللي بتكون بالفعل معرفة مركبة مش تصطيحية ومش رغبوية مدار ماذا تصنعون أنا بعتقد أنه إحنا نصنع معرفة نصنع معرفة ونقدية اتجاه هذا الكلام الكبير الكلام المفصل إيش تعمله إحنا بنصدر أبحاث دراسات مقالات نشرات أوراق تقدير موقف عنا مجلة اللي هي فصلية عنا كتب اللي بنطلعها وترجمات من العبري والإنجليزية ولغات أخرى أيضا نترجمها للعربية ونجعلها يعني متوفرة للمهتمين بدراسة إسرائيل وبمعرفة الشائن الإسرائيلي فعنا إصدارات يعني خلينا نقول من إصدارات اللي هي إعلامية صحفية لإصدارات البحثية عميقة مركبة أكتر فعنا هذا القوس من الإصدارات وأنا استفدت كثيرا مما أصدرتم مع أني غير متخصص ولكن هناك كم من المعرفة أشهد له من وين فلوسكم؟ إحنا الدعم الأساسي من الممثلية النرويجية في دعم كمان من مؤسس تروزا لوكسنبورغ من صندوق الإنماء كمان موجود هذا الكويتي نعم صحيح وهي صندوق الإنماء العربي فهي المصادر الأساسية اللي موجودة ما فيش حد بيشتري دراساتكم بدفع حتى يأخذ هذه المعرفة يعني خلينا نقول ما فيش حدا بيجي بيقولك أنا بدي دراسة عن موضوع وإحنا ما بنشتغل بهاي الطريقة إحنا يعني بنشتغل في عنا لجنة أكاديمية في عنا مجلس إدارة هيئة عامة في عنا تفكير في كيف أنت شو المواضيع اللي تاخدها شو هي أهم القضايا اللي يجب أن تناولها بنهاية الأمر إحنا بنعمل الشغلات لأنه في الآخر قضية قضية تحرر وطني فلسطيني أنا لما بدرس المجتمع الإسرائي وبدرس كل هاي المواضيع أنا بهمني كمان إنه تكون ذا صلة بالقضية الفلسطينية وإلى آخرها هذا يعني إنه كتير مرات مثلا قضايا اللي هي مثل القوانين اللي موجودة يوميا يتمثن قوانين أو طرح قوانين اللي هي تستهدف الوجود الفلسطيني نحن نرصد ونتابع وننشر نحن نتابع ما يجري على السحة السياسية نحن نتابع ما يجري أيضا على السحة الاجتماعية والاقتصادية وحركات الاحتجاج وإلى آخرها كل هاي المعرفة اللي موجودة فعليا مفروض إنه تكون ذا فائدة أيضا لأي جهة تريد أن تستفيد هل ترون أثر المعرفة التي تنتجونها في وسائل الإعلام التي تصل إلى جماهير عريضة عربية وفلسطينية يعني إحنا بنحس إنه هناك مثلا وسائل الإعلام المختلفة إنه تقرأ ما نكتب وبالتالي لما بيكون في أحداث هناك اهتمام بيتصلوا معنا بيستشيرونا كثير مرات كمان يعني بياخدوا المواد اللي موجودة عنا ويستفيدوا من هذا نشعر به النقص خلينا كل ما يؤلم يمكن هو إنه يمكن على مستوى السياسي ما بتحس إنه فيه استفادة اللي هي كيف لازم تكون من هاي الدراسات المتوفرة والموجودة أو ممكن استفادة بطريقة اللي هي يعني مش يعني مش مفيدة خليني إذا بدأوا الاستفادة غير مفيدة يعني كيف هيك بس إنه استفادة بطريقة اللي هي مش ملائمة يمكن من المادة اللي هي موجودة هل فيه فمك ماء بدك تحكي عن الوزراء لا يعني ليس سر إنه كم الأبحاث والدراسات والمواد التي تنتجها مواد والتي توفرها ونوع الدراسات اللي بتوفرها احنا مش بس مجرد بحث اللي هو خلينا نقول نظري فكري فلسفي تأمل لا إحنا كمان تطبيقين بمعنى إنه أنا لما بحكي على مواضيع مثلا لا علاقة بالأبارتهايد لا علاقة بالاستعمار الاستيطاني لا علاقة بقانون القومية لا علاقة بالقوانين العنصرية اللي بتمسن اتجاه الفلسطين هذه مواد كلها متوفرة أنا لا أعتقد إنه بالفعل هناك فيه استفادة بالطريقة المزبوطة من هذه المواد الموجودة والمتوفرة من قبل السلطة البسانية من قبل الجميع طبعا كيف ممكن يستفيدوا أكثر ولا يشدوا حيلهم يقرؤوا بس مثلا يعني مرات إحنا نلخص المواد نضع مواد أقصى قصيرة يعني اليوم إحنا واحد من الأشياء اللي بنعمالها بنعمال بودكاست بتكاش تقرأ اسمع طبعا بتكاش تقرأ اسمع وانت بالسيارة المواد اللي موجودة وبالفعل فيه فيه حاجة لأنه لأنه فيه عندنا مرات كمان مرات واحد من الإشكاليات الموجودة بالتعامل مع إسرائيل حتى من قبل القيادة أو من قبل الجميع نوفينا في إسقاط لتصورات معينة لكيف بتم العمل السياسي ولكيف بيكون المؤسسة واتخاذ القرار وإلى آخره في إسقاط لفكرة مرات أو لرغبة أو لشيء قرأت من قبل 30-40 سنة والأمور تتغير والواقع الإسرائيلية تغير والإسرائيل كلها تغيرت فهاي بحاجة أنه كل الوقت أنت تكون متابعة مع أنه كمان مشان ما أظلمش أنه هناك بعض من الموجودين الشخصيات السياسية اللي هي بتهتم وبتكرأ وبتتابع وهذا الإشي كمان موجود مشان ما نظلم يعني فعندنا في فلسطين هناك مدار التي تدرس إسرائيل والتي يجب أن يعرفها الفلسطيني والعربي أيضا الدكتورة هنيدة غانم مديرة عام مدار شكرا لك شكرا جزيلا لك هذه ملاحظة لغوية سنتبعها بأخرى في مطلع هذه الفقرة لوحة مكتوب عليها شيء في صدري والهمزة قد ركبت فوق الياء وهذا خطأ نبهني إليه من يعرف ما لا أعرف والصحيح أن تكون الهمزة على الصطر فإن وضع المنتج هذه الجديدة مكان القديم فله الشكر وإلا فعليه اللوم نقول في كلامنا اليومي لطعام فسد وعفن إنه طلعت ريحته وقالت الفصحى لقد أروح نستعملها في جملة مفيدة الحاكم مكث طويلا فأروح أي طلعت ريحته أصبح مثل طنجرة المقلوبة التي طبقناها ونحن في سن الشباب كنا نسكن معا ثلاثة أو أربعة أو خمسة لست متأكدا ذلك أننا في تلك المرحلة البوهمية كنا نستأجر شقة ونقيم فيها ويرد علينا فلان ثم فلان وهذا ينام ليلته ثم نكتشف أنه أصبح صاحب بيت فيمكث عندنا أياما دبت فينا الحماسة يوما فاشترينا قدر ألمونيوم وطبخنا مقلوبة غير مقلوبة فلماذا هي غير مقلوبة لأن الطعام التصق بقعرها فلم نقلبها صرنا نغترف من الأرز والبذنجان واللح باغترافا وبقيت في القدر بقية وحبسنا بالشاي وغطينا القدر ووضعناها في مكان بالمطبخ وأخذنا في الأحاديث ومر يوم وليلة ومر يوم وليلة والقدر مغطاة على ما فيها كان الواحد منا يتسلل إلى المطبخ فيرفع غطاء القدر وينظر فيرى العفن الأبيض بدأ يتشكل على وجه الطعام المتبقي ويتسلل يوما آخر فيرى العفن الأخضر قد بدأ يكسو وجه الطعام ويتسلل يوما آخر فإذا العفن الأسود قد دق أوتاده في الطعام وذات يوم قال أحدنا ليتكم تعلمون ما الذي حدث للطعام المتبقي وهنا انفجر الجميع ضحكا فكلنا كنا نعرف مراحل التعفن ونرصدها ولكننا كنا نسكت عن الأمر حتى لا نتجش معناء الجليل الحاكم الذي يبقى على كرسيه مدة طويلة يروح يتعفن وكل من حوله يرون مراحل تعفنه ولكنهم يسكتون فهم يأكلون من فضلة خيره والشعب يسكت إما بعص الأجهزة الأمنية وإما بما صنعته وسائل الإعلام ومرتزقة الكلمة من هالة قداسة حول الرأس المتعفن ويموت الحاكم فماذا يصنع رجال الحاشية يزحفون على بطونهم نحو الحاكم الجديد يعلنون الولاء فماذا يصنع مرتزقة الكلمة يغيرون الاتجاه ثورا وماذا يصنع الشعب يظل في حالة تقديس للراحل العظيم زمنا يطول أو يقصر الحاكم العبقري لم يولد الإسكندر الأكبر فتح نصف الدنيا مات شابا واقتسم قادته الإمبراطورية وانتهت نابوليون هزم شر هزيم بعد أن جر فرنسا إلى حروب وهزائم كثير أحدثكم وقد عشت زمن تقديس عبد الناصر وعرفات وصدام وشهدت الويلات التي جرها التقديس سن جورج واشنطن أول رئيس أمريكي سنة حسنة هذا حدث قبل 250 سنة قال الولاية مرتين لا غير ورأى الناس أن ذلك حسن فحافظوا عليه تقول لصاحبك صورني بهاتفك أنت وأرسل لي الصورة لماذا؟ هاتفك يا صاحبي ذو كاميرا أقوى من هاتفي ها هو هاتف بكاميرا من أحدث ما في الأسواق فيه أربع كاميرات والتي تهمنا هي الأساسية وما يهمنا قوتها قوتها 108 MP فما معنى ذلك؟ معناه أن الكاميرا يمكنها صنع الصورة من 108 ملايين مربع صغير والنتيجة الصورة عالية الريزوليوشن أو دقيقة التفاصيل صورتك وأنت تتصنع ابتسامة عريضة ستكون مقسمة إلى مربعات كثيرة إلى درجة أنك لا ترى المربعات بل ترى صورة واضحة كل الوضوء كل مربع من هذه المربعات اسمه بيكسل وكلمة بيكسل مشتقة من كلمتي picture element أي عنصر الصورة البكاسل الكثيرة تعطي وضوحا أكبر هذه الفتاة صورت بكاميرا بداية عدد مربعاتها قليل فالوضوح قليل وصورت بكاميرا أفضل فازدادت وضوحا ولم تعود المربعات بارزة المربعات البكسلية فيه الصور تحمل ثلاثة ألوان أو أربعة فقط وبتجاورها تصنع بقية الألوان وعلى المبدأ نفسه هؤلاء الفتية في استاد بكوريا الشمالية يحملون مربعات وهم يتهيأون لصنع صورة منها يرفعون مربعاتهم فوق رؤوسهم على ترتيب معين فيصنعون صورة وقد يتفنن مصمم المشهد فيكثر من البكاسل أو المربعات هذا بقدر ما عنده من الفتية المسخرين لهذا الأمر تأتي الصورة عند ذلك أوضح هذا زعيم كوريا الشمالية الأسبق كيم إلسونغ شاشة تلفزيوننا القديم كانت مقسمة إلى خطوط عرضية مبدأ مشابه تمثيل الصورة عن طريق النقاط موجودا في فن الرسم وقديم هذا فان خوخ وقد رسم نفسه بطريقة التنقيط غير أن من تماد في هذا الفن إنما كان الفرنسي جوج سورا هذه الطريقة في الرسم هي التنقيطية نقط كثيرة تصنع الصورة هذه اللوحة موضوعها نزهة في عصر يوم الأحد النقاد قالوا إن اللوحة تمثل الطبقة البرجوازية وتصيفها بالكسل استخرجوا أيضا من اللوحة إشارة إلى الانحراف امرأة تصيد على حافة النهر فسروها بأنها تصيد الرجال على الضفة الأخرى من النهر رسم جوج سورا أناسا من الطبقة العاملة لوحة أخرى هم ينظرون إلى الضفة الأخرى حيث البرجوازيون وقال النقاد هذا الصبي الذي في الماء ويضع كفيه على جانب فمه إنما يصرخ بالبرجوازيين قائلا المستقبل لنا كأننا خرجنا من موضوع إلى موضوع نعود إلى التصوير يعلم الصغار اليوم أكثر مما أعلم عن التقاط الصور بالجوال والتعامل مع الضوء ومع التركيز البؤري إلى آخره لكننا جميعا مستعملون لهذه التقنيات التي نستوردها استيرادا حضرت الزمن الذي كان فيه المصور يخفي رأسه وراء ثوب أسود المبدأ كان سهلا درسنا في المدرسة كيف يسقط الضوء على الفيلم وكيف يتم تحميضه في غرفة مظلمة إلى آخره كان التصوير فيزياء بسيط وكيمياء بسيط وهو اليوم كثير من الفيزياء والرياضيات أريد أن أهدي إلى منتج البرنامج هدية سأخيره بين هديتين هذه مسبحة صنعتها أنا وحفيدتي من زيتون من نوى زيتون زيتونتنا وهي أم تسع وتسعين وهذا قلم من أرق وأجمل الأقلام التي اقتنيتها هذا القلم تضع سنه على الورقة فيجري وحده ويكتب قصيدة ومنتجه يحب القصائد لأنه كلما تأخر عن موعد دبجة لقصيدة اعتذار لكنه أيضا يحب المسابح أراه في رمضان يحمل مسبعتين ويدير الكاميرا بغمزات العينين فماذا يصنع المنتج؟ يستعمل العدية فيقول حادي بادي سيد محمد البغداد قيم حط إيدي على هادي وبالطبع سنتهي الأمر هنا وسأضع المسبح والقلم كليهما في جيبي لو كان منتجي لبنانيا فسوف يقول حكرا بكرا قل ربي عدل العشرة واحد اثنين ثلاثة إلى آخرين سيد روات الأدب اللبناني الشعبي سلام الراسي روى لنا قصة حكرا بكرا كان لرجل ابنة اسمها حكرا وأخطبها ابن عمها لكن ابن عمها سافر إلى البرازيل ومرت سنة ثم سنة فأرادت زوجته أن تعطي البنت لابن أخيها لأن رزق الغايب سايب وكانت خطبة جديدة على ابن الخال وفجأة رجع ابن العم من السفر وقامت القيامة أبو البنت حكرا نزل إلى حقله وأخذ يتجول حائرا رأى حمارته واسمها بكرا ترعى فدعا ربه أن يحول الحمار بكرا إلى بنت توأم لابنته حكرا واستجاب الرب فصار عند الرجل ابنتان توأمان فحلت المشكلة سيتزوج ابن العم واحدة وسيتزوج ابن الخال توأمها ولكن زوجته أرادت أن تزوج ابنتها الحقيقية لابن أخيها فماذا تصنع؟ أجلست هما قبالتها وأخذت بالعدية حكرا بكرا قل ربي عدي إلى العشرة واحد اثنين إلى العشرة ووقعت يدها على إحداهما بالمناسبة حكرا وبكرا ظلتا من البشر ورزقتا أبناء من جنس البشر السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة